كأس أمم إفريقيا كوتيفوار 2024 خلاص النهاردة الأول من يناير وهنبدأ تغطية تفصيلية للكان الإفريقي اللي بيهتم بيه كل الجماهير العربية والإفريقية في هذه الفترة ومزامنة مع بطولة كأس أسيا قطر 2024 هقولك في الفيديو ده وذكرك بموعد البطولة المجموعات والسجل الأبطال وجدول منتخباتنا العربية وأيضا القنوات النقلة السلام عليكم ورحمة الله كأس الأمم الأفريقية في كوتيفوار على الأبواب النسخة رقم 34 بمشاركة 24 منتخب للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة الكاميرون 2021 بيشارك 24 منتخب الـ 24 منتخب تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات كل مجموعة فيها 4 منتخبات وبالنسبة لنظام التأهل إلى دور الـ 16 هيتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ 16 يبقى معنا 12 منتخب هنحتاج أربع منتخبات هناخدهم من أصحاب المركز الثالث أفضل أربع منتخبات موجودين في المركز الثالث على أساس وحساب النقاط وبعد كده حساب وأساس الأهداف عايز أقولك أن المجموعة الأولى فيها كوتيفوار ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو المجموعة الثانية فيها مصر وغانا وكافذردي وموزنبيك المجموعة الثالثة فيها السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا المجموعة الرابعة فيها الجزائر وبركينافسو وموريتانيا وأنجولا المجموعة الخامسة فيها تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا والمجموعة رقم ستة فيها المغرب والكونغو الدموقراطية وزنبيا وتنزانيا عندنا خمس منتخبات عربية المجموعة الأولى مفيش فيها منتخبات عربية المجموعة الثانية فيها منتخب مصر منتخب عربي في المجموعة الثانية المجموعة الثالثة مفيش فيها المجموعة الرابعة فيها الجزائر وموريتانيا الخمسة فيها تونس والستة الرقم ستة المجموعة رقم ستة فيها المنتخب المغربي خمس منتخبات عربية ومنافسة قوية جدا نتمنى لهم الزهاب بعيدا في هذه البطولة من الكان الإفريقي رقم 34 عندنا بالنسبة لملاعب البطولة ملعب السلام بواكي اللي بيتسع إلى 40 ألف متفرج وهتكون فيه المجموعة المتخب الجزائري والمتخب الموريتاني بالنسبة لملعب أمادون جون كولوبالي اللي بيتسع إلى 20 ألف متفرج وهتكون فيه مجموعة منتخب تونس ملعب فيليكس أفوي بواني اللي بيتسع إلى 23 ألف متفرج وهيلعب فيه منتخب مصر ومجموعة منتخب مصر ملعب لوران بوكو اللي بيتسع إلى 20 ألف متفرج وهيتلعب فيه مجموعة المنتخب المغربي وملعب الحسن وطارة اللي بيتسع إلى 60 ألف متفرج وهيتلعب فيه مجموعة كوتيفوار المباراة الافتتاحية والمباراة النهائية وملعب شارليز كونان باني اللي بيتسع إلى 20 ألف متفرج وهتكون في مجموعة السنغال والكاميرون ملاعب شفناها وشفنا الصور بتاعتها أعتقد أحسن بكتير من ملاعب الكاميرون اكتب رأيك إنت لو تسواصلت معايا لحد هنا في جودة ملاعب كوتيفور يعني هل أفضل من ملاعب الكاميرون أنا شفتها بصراحة من وجهة نظري الشخصية أفضل من ملاعب الكاميرون وده هيساعد اللاعبين إن شاء الله يقدموا بطولة في المستوى لو جينا نشوف القنوات النقيلة للبطولة هي القنوات بي أن السبورتز القطرية هي اللي هتنقل البطولة بتعليق مميز جدا ومعلقين إن شاء الله يفرحونا ويسعدونا بالتعليق المميز بالنسبة لجدول مباريات منتخباتنا العربية بالنسبة لترتيب الجوالات ومواعيد المباريات لو بدأنا بمنتخب المغرب بقيادة وليد الرجراجي اللي أعلن عن القائمة قائمة مكونة من 27 لاعب في منتهى القوة بسم الله ما شاء الله المغرب هيلعب في الجولة الأولى ضد تنزانيا يوم الأربعة 17 يناير الساعة 6 بتوقيت المغرب والمباراة التانية المغرب والكونغو الدموقراطية يوم الأحد 21 يناير الساعة 3 عصرا والمباراة التالتة المغرب والزنبيا يوم الأربعة 24 يناير الساعة 9 مساء كل ده بتوقيت المغرب بالنسبة لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا منتخب مصر هيلعب في المباراة الأولى ضد منتخب موزنبيك يوم الأحد 14 يناير الساعة 7 بتوقيت مصر والمباراة التانية مصر ضد غانا في الجولة التانية يوم الخميس 18 يناير الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والمباراة الأخيرة لمنتخب مصر في الجولة الثالثة مصر وكاف فيردي يوم 22 يناير الساعة 10 مساء بتوقيت مصر نروح لمتخب الجزائر اللي بقيادة الكابتن جمال بالماضي وأعلن عن القائمة يعني مكونة من 26 لعب واسمعنا للأسف إصابة أمين جويري النهاردة نتمنى له الشفاء هل سيضم الكابتن جمال بالماضي لعب لعب آخر مكان أمين جويري هل سيكتفي بال25 الموضوع يرجع له طبعا اكتب رأيك أيضا بخصوص هذا الموضوع الجزائر في الجولة الأولى ضد أنجولا يوم الاثنين 15 يناير الساعة 9 مساء بتوقيت الجزائر الجزائر وبركينا فاسو في الجولة الثانية يوم السبت 20 يناير الساعة 3 عصرا بتوقيت الجزائر والمباراة الأخيرة للمنتخب الجزائري الجزائر وموريتانيا ديربي عربي قوي السلساء 23 يناير الساعة 9 مساء بتوقيت الجزائر نروح لمتخب تونس بقيالة المدرب التونسي جلال القادري تونس اعلنت ايضا عن القائمة وفي ظل غياب حنبعل المجبري والياس سعد وبعض اللاعبين وفيه يعني غضب كبير من الجمهور التونسي على المدرب جلال القادري ان شاء الله نساند ونكون وقفين مع المتخب التونسي في هذه البطولة وبعد كده بعد البطولة يكون الحساب ويكون المحاسبة للمدير الفني تونس في الجولة الاولى ضد ناميبيا يوم السلساء 16 يناير الساعة الستة مساء بتوقيت تونس في الجولة التانية تونس ومالي يوم السبت 20 يناير 9 مساء بتوقيت تونس الجولة الثالثة والاخيرة تونس وجنوب افريقيا الاربعاء 24 يناير الساعة الستة مساء بتوقيت تونس اما منتخب موريتانيا بقيادة امير عبدو من جزر القمر موريتانيا ضد بوركينا فاسو في الجولة الاولى السلساء 16 يناير الساعة 4 مساء بتوقيت مصر موريتانيا وأنجولا في الجولة التانية يوم السبت 20 يناير الساعة 7 مساء بتوقيت مصر وموريتانيا في الجولة الأخيرة ضد الجزائر ديربي عربي الجولة الأخيرة السلساء 23 يناير الساعة 10 مساء بتوقيت مصر ده بالنسبة لمباريات منتخباتنا العربية بترتيب الجولات وبالموعد والتوقيت لو جيت أذكرك بسجل الأبطال هنلاقي أن مصر وصاحب الرقم القياسي 7 مرات حصل على هذه البطولة عندنا الكاميرون 5 مرات غانا 4 مرات نيجيريا 3 مرات عندنا كل من كوتيفور والجزائر والكونغو والسودان وتونس وزامبيا والمغرب وإسيوبيا وجنوب أفريقيا بتأسف كوتيفور والجزائر والكونغو عندهم بطولتين أما السودان وتونس وزامبيا والمغرب وإسيوبيا وجنوب أفريقيا والكونغو عندهم بطولة واحدة ده بالنسبة لسجل الأبطال مصر 7 كاميرون 5 غانا 4 نيجيريا 3 كوتيفور والجزائر وجمهورة الكونغو بطولتين السودان وتونس وزامبيا والمغرب وإسيوبيا وجنوب أفريقيا والسنغال والكونغو بطولة واحدة حامل اللقب هو منتخب السنغال اللي فاز بالمباراة النهائية في 2021 في أراضي الكاميرون على منتخب مصر بدربات الجزاء الترجحية يا ترى من هو البطل القادم بالنسبة للجوائز المالية 5 مليون دولار للمركز الأول حوالي 2 مليون دولار لكل من الثاني والثالث والرابع يعني يختلفوا شوية بالنسبة للجوائز المالية خلاص المنتخبات بدأت بعد إعلان القوائم النهائية المكونة من 24 أو 25 أو 26 أو 27 لعب بدأوا يتجوا إلى المعسكرات الأخيرة والتربصات الأخيرة والمباريات الودية الأخيرة التي تصبك الكان الأفريقي في خلال أيام هيتم السفر إلى كوتيفوار كل المنتخبات هتتجه إلى كوتيفوار وهتبدأ توصل إلى كوتيفوار وكل واحد يعرف مكان التدريب بتاعه والفندق بتاعه والملعب اللي هيلعب فيه المباريات وهنبدأ ندخل في الجد وبدأنا معاكم في الجد من الفيديو ده قلنا نعطيكم نبزة مختصرة وندخلكوا أجواء كأس الأمم الأفريقية ما تنسوش دايما تعملونا لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته